السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سؤال بيقول محتاج أعرف الناس برا في أوروبا شغالين بيم ولا كاد ولا حاجة متطورة عن البيم عشان نعرف احنا فيهم من الناس اللي برا بص السلفة دل لو انت عايز تعرف اي حاجة فممكن تدخل على linkedin linkedin ده بتاع الوظائف فتشوف الناس طلب ايه يعني مثلا انت عايز خوش تسافر بريطانيا فبتخوش على طوله ان عايز عمي تسيرش على الناس اللي طلبها الوظيفة مثلا المهندس بعماري في بريطانيا فبيبدأ يجيب لك كذا وظيفة كذا الشركة فبتبدأ تشوف ايه الحاجات اللي هي متقررة وتعرف ساعتها هما طلبين ايه ممكن يكون مثلا طالب شهادة معتمدة من حاجة معينة فتبدأ تركز على الحاجة ديت هل هما شغالين بيم او شغالين بيم شغالين كاد الكاد بيساعة تتجمي البيم بس الاساس ان انت تكون شغال بيم او هو التركيز عليك كده وكاد بيبقى حاجات بسيطة مساعدة يعني نصدر من البيم للكاد او بتاخد الكاد تدخل البيم وهكذا حاجة متطورة عن البيم لا مفيش حتى الان اي حاجة بتطلع بتبقى لسه جوه البيم فيه ممكن سمارت سيتي سمارت بيلدنج الاتوميشن الحاجات ديت انت تبقى فاهم ازاي تعمل برمجة هل كل الشركات في العالم شغالها ريف تلاقي فيه ناس كتير شغالها ببرامج زي الاركيكاد شغالها بوين بيلدنج شغالها بقول بلان فلازم تشوف اقول بلان مثلا متشر في المانيا فتروح بتلاقي ناس منتزم الحاجات ديت فممكن تعمل تخصيص للوظائف اللي موجودة في دولة ألمانيا هتشوف ايه الناس طالبة ايه وتبدأ تكرار انا سحب اعمل كده فاكتش مثلا ان فيه كاس اعلان مركز على برنامج وليكن مثلا اسمه آيسكاد ايه آيسكاد وافهموا واعرف الـ واشرحوا على قناة بيم قربيع